بالجزء الثاني من الادرينيرجيك ايجنت رح نحكي عن الستركتر اكتيبيتي ريليشنشيبز هذاك اشان كانوا مقدمة احنا قلنا انه الهدف الاساسي من المحاضرة انه اني عندي اماكن ممكن تتغير اللي هو الار وان ارتو وهذول السبستيتيونت اللي موجودة على الكاتيكول امين وهي همينه ممكن هذول الاشياء رح تتغير وبتغيرها راح تكون تميل الارتباط بنوع معين من السبترات زين فاول شيء اول شيء اللي هو separation of aromatic ring and amino group يعني شنو يعني separation اللي هو مقدار الفرق او الشي اللي يفصل بين ال aromatic ring اللي هي هاية وبين ال amino group احنا مو قلنا فين الاثل يعني اكثر فعالية ممكن يحققها ال agent من يكون الفرق بين يعني مسافة ما بين الحلقة وما بين الامينة قلوه مسافة كربونتين ليش لانه احنا شفنا هذو شكل الريسبتر هاي الحلقة هاي الامينة هذاني كربونتين اذا صارت مثلا هاي كربونات رح يصير هنا هاي الاشياء رح تصير هنا فراح تصير بعيدة عن انه ترتوض عرفتو شلون فالمسافة المثالية هي 2 كربون هاي اول نقطة النقطة النقطة الثانية رح نحتي عن الاروان الاروان اللي هي اللي مرتبطة بالنيتروجين يعني هسا شنو راح نقول راح نقول اذا اروان اذا كانت اشياء معينة هذا الشي راح يخلي الدراج هاذا او سبستانس هاي تكون سميل انه ترتبط الالفا ريسبتر اذا ار كانت اشياء معينة راح تميل انه ترتبط بيتا الاروان اللي هو سبستيوشن اون في امينو نايتروجين ديترمينز الفا اور بيتا ريسبتر سيلكتبتي يعني على حسب هذا الاروان شنو عندي راح يحدد انه هاي المادة تكون الفا او تكون بيتا زيان هسا ريبليسين نايتروجين وث كاربون result in a large decline in activity يعني فرضا نقولكم اذا هاي النايتروجين شانت مو نايتروجين شانت كاربون هذا الشي راح يقلل الاروان بصورة عامة يقللها على الالفا والبيتا يقلل الي اكتبتي مار الجسم ليش؟ لنحن شورنا نايتروجين مهمة نايتروجين شانت بها اشارة موجبة الاشارة الموجبة هاي شانت ترتبطوية شانت يرابطوية الاشارة الساضبة الموجودة بالرسيتور فاذا هاي ماكوots فراح تقلل فعالية كلش اذا اول شي اذا بدلنا النايتروجين بكاربون راح تغير الفعالية هاي اول نقطة ثاني نقطة احنا قلنا بداية المحاضرة بذاك الفيديو الاول انه اني عندي هذا وقلنا انه اذا كان اكو 2R هذا سيكوندري امين واذا 3R هذا شنو ما تيرشري امين R معناها اي سلسلة هيدروكاربونية يعني مجهولة زيان هسه يقول لي انه اذا كان عندي يعني اذا هي مرتبة R واحدة ايضا شو كان مرتبة R واحدة هي اصلا هاي الر مسلم بها R واحدة يعني اذا كان H فها اسميها primary ameen زيان اذا اذا اي R وهي R هذا secondary ameen وهي H بس اذا اي R وهي R و اي R راح يكون هنا شنو tertiary امين فهس المهم عندي عندي secondary ameen عندها good adrenergic activity يعني إذا كان تيرشاري أمين رح يصير شنوى رح يصير بور أغونست رح يصير ارتباطة بالرسبتر ونه يفعل ليه قليل بس رح يصوي لي تأثير ثاني اللي هو النور إبنفرين ريليزنج اكتيفتي اللي هو شنوى يعني انداركت يعني إذا كان اندراج الأمين مال تيرشاري أمين رح يكون أكثر انداركت بينما إذا برايماري و سيكندري أمين رح يكون عنده جود أدرينيرجيك اكتيفتي واذا شنوى نيتروجين خلينا لها كاربون رح يصير شنوى ديكلان بالأكتيفتي رح تقل الأكتيفتي زيان هزا رح نشوف نحتي شوية بطريقة أكثر متخصصة هسا البرائماري أمين سنحتي إذا هو برايماري يعني شنو التأثير كون برايماري أمين على الرسبتر رح يشوفنا انه هو عنده ألفا وعنده بيتا أغونست اكتيفتي زيان روان سبستيوشنون ان كل ما الروان هاية زاد حجمها يعني شنو زاد حجمها يعني مثلا الروان هاية ممكن تكون عبارة عن CH3 وممكن تكون عبارة عن CH2CH3 وممكن أكبر CH2CH2 يعني كل ما كان أكو الحجم الشيلي يرتبط بها أكبر معناها ديقول انه روان زاد حجمها كل ما يزيد حجمها كل ما راح تميل انه ترتبط البيتر رسبتر أكثر من الألفا رسبتر زيان يعني خليجي نحفظها إذا كانت بيقر يعني كل ما صارت بيقر كل ما كانت أكبر كل ما راح ترتبط ببيتا بي بي زيان بي بي اوكي إذن الاروان كل ما زاد حجمها كل ما راح شنو ما راح يميل انه هذا الاجنت يرتبط بالبيتر رسبتر ويقل ارتباطه بالالفا اكتيبتي زيان إذا كان عبارة عن تيرشري بيوتايل بيوتايل يعني مثان إيثان بروبان بيوتان يعني أربعة يعني أربعة كاربونات راح يشوفني انه عنده هايلي بيتا 2 اكتيبتي يعني راح يشتغل أكثر شيوين على البيتا 2 اللي هو اللي قلنا وين نستخدمه بيتا 2 اغونيس بحالة الاسمة مو؟ إذن كل ما كان تيرشري بيوتايل معناه عنده هايلي بيتا 2 اكتيبتي ونفس الوقت راح يقل الديجريديشن باي مونو امين اوكسيديز مونو امين اوكسيديز اللي هو الانزيم اللي كان يسوي لي ميتابوليزم لهاي الاجنت فاني إذا قللت تأثير المونو امين اوكسيديز معناه أنه هذا دول راح يبقى يشتغل هواي بالجسم فبالتالي يكون عنده مريح يمكن أنطي مرة واحدة باليوم بدأ ما انطي ثلاثة واربع مرات اوكي إذن هذا تأثير الاروان مريد اعيده هوايه يعني عالمو ديجري بيجي طويل بس المهم احنا عرفنا انه تيرشري بيوتايل معناه راح يكون هايلي بيتا 2 هذا نفس الكلام دا يعيده انه عندي ريكليسنج نيتروجين وكاربون راح يقلل الاكتيبتي السيكندري والبرايمر يعدهم جود ادرينرجيك التيرشري هم يكونون بور اغونيس بس عدهم نور افنفرين ريليزن يعني يشتغلون اندايركت هس راح نشوف شغلة اللي هي الاميدازولين تذكرون الفن الاثل امين اللي هو المراكبة اللي حجينا عليك انه هو عصاص الاغونيس هذا بايو استيرز يعني اني ممكن الاميدازولين يخدع الجسم يشتغل كأنه فن الاثل امين وحلي هنا عندي اكس وهذا المراكب الاساسي وهذا كانو محتى هذه الاكس كانت اكس الاثل Graduate اству اخرها س terminology ايض ايضايركت هذا الاثل اثار هلم ينظر عن اخر مبادات وه 해�matさ س timest back وفي largest cup of xyl lah واسكس الاثرين الافرين هو الأفرين هذا مكتوب هذا أوكسيميتازولين إذا أوكسيميتازولين هو الBOH بالأكس والزيلوميتازولين هو الأكس عبارة عن أكس هذولة شنو هذولة يشتغلون أحنا نقدر نعرف أنهم عبارة عن ألفا وان أغونست لأنه حنا قلنا ذولة المركبات اللي تشتغل ديكونجستنت هي عبارة عن ألفا وان أغونست يقول لي لأنه يعني صارت لها بروتونايتد بالفيسيولوجيكال بي أش فهي ما راح تعبر البلد برين بارير وبالتالي ما راح يصير عدها سايد افكتو هواية فنستخدمها زين هذن هسه أدى يلخص الكلام اللي يفوق ديقول أنه حتينا عن الهو الفرق بين الاروماتيك رنجو بين الامينو جروب وحتينا عن الاروان سبستيوشن مال الامينو وقلنا هي اللي تحدد إذا كان ألفا وبيتا وقلنا أنه كل ما يكون أكبر كل ما راح يميل أنه يكون بيتا وقلنا التيرشاري بيوتايل يكون سيلكتب لي بيتا تو فهنا مريد يقول أنه أنا بحالة الارتو وان اور تو الكايل سبستيوانت ركواير لارجر فبالتالي يزيد السيلكتبتي ما بيتا وقلنا هاي الإشارة الموجبة على النيتروجين مهمة لأنه هي تدخل بي تسويلي ايونيك بوند بالرسبتر أوكي هسا راح نحتي عن شنو راح نحتي عن الارتو هذي كانت اروان اللي هي هاية خلصنا الكلام عليها وخلصنا عن المسافة هاي هسا راح نحتي عن ارتو اللي هي السبستيوانت المرتبط بكاربون ألفا سبستيوشن باي سمول الكايل جروب اذا زدت الحجم بدل اتش خليت سي اتش ثري او سي اتش فايف راح شي تصير راح يقل الميتابوليزم باي مونو امين اوكسيديز لان احنا قلنا المونو امين اوكسيديز شان يشتغل هنانا مو؟ فاذا هذا المكان صار بشغلة شبيرة فراح يقل تأثير المونو امين اوكسيديز لانه يشوف اكسدحام يقدر يدخل هنا ويشتغل لان هزا قاني من قلت انه يقل المونو امين اوكسيديز المفروض يزيد لدوريشن اوكسيديز لانه ما كفت شي بعدي يحطم للدوة بس قلي لا لدوريشن اوكسيديز اللي هو شغل الوقت اللي راح يشتغل بالدوة راح يكون يعني ما يتأثر هواية ما يزيد الوقت اللي الدوة باقي بيه هواية ليش؟ قلي لانه قاني عندي الكاتيكول او مثل ترانسفريز راح يشتغل لانه هذا مكانه احنا مو الكاتيكول او مثل ترانسفريز كان هنا انا يشتغل من حيش هنا عن الميتابوليزم فبالتالي يقلي لانه الكمت بعد يشتغل عادي اذا هاي اول نقطة انه انا اذا زاد الحجم بحيث خلية راح يقل الديجريديشن او الميتابوليزم بالمونو امينوكسيديز زيان هسا نحتي بعد شوية تفصيل اكبر المثل او الاثل راح يقل الديجريديشن افتهمنا راح يبقى انه الكمت يقدر يشتغل اهنه فعنده تأثير قليل على الديجريشن او اضيف اثل هاي مجاميع تذوب بالميلو تذوب بالدهن تذوب بالدهن بالفات فبالتالي راح يزيد الاورال اكتيفتي لانه راح اقدر انطهيه على ال جي اي تي والجي اي تي تقدر تمتصها لانه صارت ذائبة بالدهن مثل غشاء الخلية ويزيد البلد برين بنتريشن فرح يصير عندي cns اكتيفتي اوكي زين هسا اني عندي cns اكتيفتي يعني يفضل تكون الالفة يعني يكون شنو s configuration هاي الالفة اذا كانت s configuration هاذا بتر من انه تكون R يعني الشغل ما الاس اكبر من الار زين اذا ضفت اثل غروب هسا احنا اذا ضفت مثل مو احنا دين حتي اذا ضفنا مثل او ضفتنا اثل غروب يقولي اذا ضفت اثل غروب بعناها راح تشتغل اكثر على البيتا سيلكتب بينما ضفت مثل غروب وكانت configuration ما لها اس فراح يشتغل اكثر على الالفة تو اكتيفتي زين يعني هسا هاي الارتو قلنا اول شي اذا ضفنا لها مثل او اثل راح يزيد الجي اي تي اكروس وراح يزيد البلاد براين باريار اكتيفيشن اه pentration عفو واذا كانت اثل راح يزيد الاكتيفتي على البيتا واذا مثل وبالذات اذا كانت اس configuration راح يزيد الاكتيفتي مالتها على الالفة رسكتر خلصنا الكلام عن هذا وخلصنا عن الكلام عن الارتو اذا نحتي عن الو اتش سبستيوشن عن بيتا كاربون اللي هي كاربون رقم واحد هاي ذهن هاي الو اتش هاي الو اتش اللي موجودة على الكاربون رقم واحد اللي هي بيتا كاربون ش راح تسوي طبعا الو اتش هنعرف هي بولار جروب يعني راح تخلي المركب هذا ذائب بالماء اكثر فبالتالي راح يقلل دخولها للسنترال نيربا سيستم ليش لانه صارت ذائبة بالماء وحتى يعني انه انطيها اي رغي راح يقصر تأثيرها اقلية لانه صارت اكثر ذائبة بالماء فبالتالي الستش سبستيوشن غريتلي انهانس اجونست اكتيبيتيات بوث الف وبيتا يعني انا من عندي هنا او اتش هذا الشي هواي راح يزيد شغل الايجنت هذا على الالف وعلى البيتا فهسد يقولنا انه وطبعا الافضل انه يكون ار الار انشمر هو اكتب اكثر من الاس وهاي الو اتش راح تكون الها علاقة بالاتش بوندين تذكرون هذا الشكل هاي الو اتش كانت تسوي لي هيدروجين بوند هنا فهي كلش مهمة وكلش راح تساعد الدراج هذا لانه يشتغل على الادرينيرجيك سواء كان الف او بيتا هسه راح نشوف هسه راح اني امسح شخابيطي احسن شوفوا هذا الافدرين هاي عندي الكاتيكول وهي النيتروجين فهي عندي الكاربون الفا وهي الكاربون بيتا الكاربون بيتا هاي متصلة بيها او اتش بس بس بنفس الوقت ما عندي ما عندي الو اتشات الموجودة على الكاتيكول دعوني شوفوا ايش كاتب شوفوا هذا بيتا بيها او اتش هي عندها دايركت اغونيست hundred and at least can produce ميكست افكت يعني تشتغل او ونفس الوقت تشتغل او اجونيست ونفس الوقت تشتغل او اتش انه الكاربون اللي عنده البيتا كاربون طبعا هاي ليش قلنا الفا لانه هي مرتبة بالامينو جروب وبعدين هاي الفا والثانية بيتا و بها او اتش الاث هاي راح تخليه عنده ميكست اكشن احنا هنا من حجة عن ميكست اكشن قلنا بأفدرين و قلنا سيدو أفدرين شوفوا هاي الإفدرين وهذا سيدو افدرين زيان هم عدهم بالبيتا كاربون عدهم OH فاني هنا ممكن اقول انه بالبيتا كاربون اكو شنوه OH هذا بحيث يسوي الميكست اكشن وممكن يشتغل از دايركت وعندي همين المراكب الثالث اللي هو فنل بروبانولامين همينه عنده بالبيتا كاربون عنده OH زيان هسه بيتا فنل اثل امين بالبيتا position تشتغل شنو نور افنفرين ريليزر يعني اذا هو عنده بالكاربون بيتا ما عندي OH عندي HH نانا HH وهي الكاربون البيتا كاربون HH هذا الشي هل راح يقدر يشتغل ميكست يعني هل راح يقدر يشتغل as agonist و as نور افنفرين ريليزر قالي لا ما يقدر يشتغل agonist يعني الOH اللي موجودة بموقع بيتا كلش مهمة على المود المركيه بيشتغل agonist اذا ما موجودة راح يشتغل بس نور افنفرين ريليزر مثل شنو نور افنفرين ريليزر اللي هو الانداريكت اكشن شوفوا قلنا الانداريكت اللي هو نور افنفرين ريليزر فهو مثل الامفيتامين مثل التيرامين نيكوتين كافاين هذولو كلهم ماعدهم OH وين بالبيتا كاربون تمام هذا المفين تيرامين والديكسترامين كلهم ماعدهم OH موقع بيتا راح يشتغلون انداريكت يعني بعثنا ننا بيتا او اتش زين هسه السبستيوشن ايسه خلصنا من خلصنا من شنوه خلصنا من الار هاية خلصنا من الار اللي كانت هنانه اللي هي اروان خلصنا من ال او اتش هسا رح نحكي عن هذولي هسا رح نحكي عن طبعا الاروماتيك رنج هنا تسويلي فان درول انتر اكشن اثنان عندنا شغلة انه انه اني عندي الموقع ميتا طبعا هوليش ميتا لانه هاي واحد ثلاثة اربعة خمسة ستة الموقع ميتا كلش مهم للالفا اكتيفتي والموقع مهم للبيتا اكتيفتي خلنى شوف شلون باعواسه اني عندي هذا اللي هو هذا الكاتيكولرينج بها 2 او اتش مدام يقول لي اكو الكاتيكولرينج اكو 2 او اتش هذا الشي رح يشوفني شنوه شوفوا الداي فينول الداي فينول اللي هو عباره عن حلقة بنزين وداي معناه بها 2 او اتش فالداي فينول وداي فينول بيتا هيدروكسي القروب يعني سواء هاي الكربون اللي هي بيتا هاي الفا هاي نيتروجين هاي الفا هاي بيتا البيتا اذا بيها او اتش واذا ما بيها او اتش الاثنين او اتش بالفنل معناه رح يشتغل as good agonist يعني انا كلش مهمة عندي الاثنين هاي دروكسيلات اللي موجودة بالحلقة البانزين فهي السداي فينول بيتا هيدروكسي القروب طبعا يكونون بورلي ابزورب من ال لانه هاي مجموعات الذوب بالماء فراه تقلل لي عبر الحاجز دماغ مثل الدوبامين النوربينفرين حتى يحتاج انه يكون عنده قدر من الذوبانية بالدهن الموجودة بهاي الادوية وكذا يعني تقريبا هم اصلا ما يعبرون البلاد براين باريار فهسا لو نشوف انه النوربينفرين هذا عنده او اتش وعنده او اتش وعنده بيتا كاربون زين التربية التاليين عنده او اتش وهنا همينا عنده او اتش بس باع وهنا تذكرون من قلنا انه الامينوغروب اذا بيها مركب شبير شوية راح يشتغل على البيتا فهذا التربية تاليين بهنا مركب شبير فراح يكون بيتا سيلكتف زين الدوبامين همينا عنده اثنين او اتش بس ما عنده بيتا او اتش هذول يشتغلون شنوه اللي هما يكونون دايفينول زين اذا اني عندي مونوفينول يعني حلقة البانزين بها او اتش بس عنده او اتش بالبيتا كاربون همينا راح يشتغل اغونست يعني اني هسه على اقل لازم عندي ثمين او اتش عن مودي يشتغل اغونست فهذا عنده او اتش مودي موجوده اسمه مونوفينول وعنده او اتش اللي موجوده بالبيتا كاربون زين اذا هو مودي 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 موجودة بيتا هيدروكسي هذا يشتغل از مايشتغل از يعني يشتغل اندايركت مثل هايدروكسي امفيتامين و تيرامين عدهم شنو وعدهم بس او اش واحدة موجودة بالبانزين يعني مونافينول بس ماعدهم بيتا هايدروكسيل هنانا كان مونافينول بس بيتا هايدروكسي جروب زين اذا هو نانفينوليك اصلا ما عنده ولا او اش هنانا بس عنده او اش واحدة موجودة بالبيتا او ما عنده يعني اذا سواء عنده OH هنا او ما عنده بالبيتا واصلا ما عنده هنا شرح يشتغل رح يشتغل as norepinephrine releaser or as neural re-uptake inhibitor يعني اما رح يروح للنور إبنفرين ويخليه يفرز اما رح يمنع انه ال neurotransmitter يرجع للpre-synaptic فهو هم يندي يزود العمل مالته زين بس شنوه طبعا لانه ما عنده OH هواية فرح تعبر مثلا الامفيتامين هذا كلش رح يعبر البلد برين باريور ورح يشتغل على ويقدر يعني يشتغل orally يعبر GIT ليش لانه ما عنده OH هات فيكون كلش lipid soluble والسيدة افدرين موجود بالOH طبعا هذول رح يكون عندهم لا beta active ولا alpha active يعني لا beta selectivity ولا alpha selectivity لانه ما عندهم OH لانه ما عندهم OH ولا OH شاية واحدة بالبانزن رنج فبالتالي احنا قلنا انه سيدو افدرين يشتغل سيدو افدرين رح يشتغل as mixed action محتبري mixed والانفيتامين يشتغل as indirect يعني نورة بنفرين ريليزر هنا تدرون ليش يشتغل mixed action لانه اكو OH شاية واحدة هذا ما يقدر هذا لازم indirect لانه ما اكو OH علمو يشتغل بكارسابتار هذا عنده OH وحدة يشتغل as norepinephrine releaser اللي هو indirect ويشتغل as direct ممكن يشتغل as direct لعيف ولهذا احنا قلنا هو mixed action يارب يكون شرح واضح زينها السألفاتك والي سايكلك هيا ما اكو يعني هي اصلا حلقة مو اراماتية يقول لي هي تشتغل as norepinephrine releaser فهاي التصنيفات اللي موجودة بحالة السبستيوشن اللي موجودة بالاروماتيك رينغ اوكي هسا اني شوكت يكون عندي maximal alpha beta activity من عندي موقع ثلاثة موقع اربعة اللي هما paro meta يكون بيهم OH بس نحكينا عن التيرامينج انه ما عنده ولا OH هاية واحدة فما عنده affinity للادرينوسابتار فهو يشتغل ما عنده direct ما يقدر يروح يشتغل عرسابتار يشتغل شنه هو يشتغل نور epinephrine releaser زين replacement of catechal function with isosterism اللي هو rhizocenal structure in tini selective beta 2 agonist اللي هو الميتا prometerol يقول لي انا اذا بدلت الكاتيكول فانكشن بحلقة ثانية تشتغل isosterism إليه راح يصير عندي يدوه اسمه metaprotrenal زين لانه هاي الحلقة اللي هو rhizocenal ring ما عندها يعني هذا الكاتيكول ومثل ترانسفريز ما يقدر يشتغل عليها فرح يبقى يدوه فرح يصير عنده longer duration of action ورح يكون عنده absorption أحسن زين اذا بدلت الميتا OH اللي هي الميتا OH اللي هي الميتا OH الموجودة برقم ثلاثة هاي متا OH وخليت تبدالها هيدروكسي مثل يعني هو مو هذا الفنل انا عندي OH هاي رقم أربعة وهاي رقم ثلاثة اذا بدلتها وضفت Oxy مثل يعني Oxygen ومثل غروب هذا الشي رح يصير عندي دوه اسمه البوترول اللي هو السالمترول هذا رح يشوفني Selectivity بالبيتا 2 يستخدم كلش لعلاج الاسمة اللي هو شف ما مو نفس البنتولين ايه ايه هذا البنتولين يكون نيزة يستخدم عن طريق الفم اوكي فهس هذا ملخص الكلام كله شنو ملخص الكلام يقول لي الاروماتيك سبستيوشن اني عندي ثلاثة واربعة داي او اتش يكون عندهم ايه يعني شون اكتيفتي على الالفة وعلى البتا اغونست ويكون ميتابولايزد باي الكتيكول او مثل ترانسفريز فيكون عبورة من الاورال اكتيفتيت يعني عبورة من ال جي اي تي قليل ويكون ال دوريشن اف اكشن قليل ويكون هايدروفليك فبالتالي ما يعبره سين اس زين اذا كاربون رقم ثلاثة بيها سي اش تو او اتش احنا من قلنا نبدل نسوي هايدروكسي مثل رح يكون شنو رح يكون رح يكون الكتيكول او مثل ترانسفريز ما يقدر يشتغل عليه لان هو كان يشتغل هنا فبالتالي رح يصير عنده اكثر طبعا ما شي رح يزيد البيض اكتيفتي ويقل الديقريديشن بالكتيكول او مثل ترانسفريز فيزيد الاورال اكتيفتي و و طبعا ما شمعتبره شورت دوريشن اف اكشن لانه انا بس قلل الديقريديشن بالكتيكول او مثل ترانسفريز المونو امين اوكسيديز بعد ايشتغل زين اربعة او اتش هو قناح اللي هي موجودة موقع بارا مهمة علما للبتالي للبتالي اكتيفتي والثلاثة مهمة اكثر بالالفا اكتيفتي واذا ما عندي ما عندي فنولك سبستيوشن اصلا ما عندي ولا او او اتش موجودة بالبنزين رينج قلنا رح يقل الاكتيفتي على البيتا والالفا و رح يشتغل از نوربنفرين ريليزا مثل التيرامين الستركترال الركوائلمنت هذا الملخص الكرام كله اللي هو قلنا بيتا في الاثرامين وكاتيكولرينج وقلنا انه ال او اتش هاي احسن تكون بيتا علمو تكون قريبة وتسوي لي رابطة هيدروجينية وحجينا عن الاروان قلنا الاروان هاي كل ما تكبر كل ما رح يزيد البيتا اكتيفتي واذا كانت تيرشيري بيوتايل رح تكون عبارة عن سيلكتف لي البيتا 2 بالذات ورح يقل الديقريديشن باي مونو امين وكسيديز بس قلنا الجوريشن اوف اكتشن ما رح تتأثر هوايه لانه الكمت بعده رح يشتغل ويحطهم لي للدراج وحجينا عن الارتو قلنا الارتو يكون سبستيوشن على الكاربان رقم 2 اذا ضفت small alkyl group مثل واثل رح يقل الديقريديشن باي مونو بس يبقى يشتغل علي لا سور يقل الديقريديشن باي الماو ويشتغل علي الكاتيكول او مثل ترانسفريز فالدوريشن اوف اكتشن ما يتأثر هوايه اذا ضفنا اثل جروب رح يقل الاكتيفتي على الالفة اكثر من البيتا فبالتالي يكون بيتا اكتف ورح يقل السن اس اكتيفتي ويزيد التوتال الاورال اكتيفتي ويزيد الدوريشن اوف اكتشن وقلنا انه اذا عندي 2s ومثل رح يصير كلش فعال بالالفة 2 هنا رح يشوفني امثلة النورة بنفرين احنا عرفنا قلنا هو NH2 يكون الفة يشتغل على الالفة اكثر من البيتا ليش لانه هاي المكان صغير احنا قلنا انه هذا اللي هو R1 كل ما يزيد حجمه كل ما رح يزيد يشتغل على البيتا مثلا انه نظفنا بس كاربونا واحدة فرح يشتغل بيتا والفة هنا ما صار المركب تشبير فرح يشتغل الوين على الفة يعني بيتا 2 وبيتا 1 يعني قل صار ما يشتغل على الالفة زيان اذا بترشير بيوتال قلنا هو رح يشتغل اكثر شي وين على سيلكتيفلي بيتا 2 هنا الافدرين الافدرين اكثر الفة عن بيتا اكتيفتي لس ليبوفيليك ولس سيان اس اكتيفتي الافدرين ديقارن بالميفا الميفا انفيتامين يقول لي انه هاي الو اتش شنو تأثيرها الو اتش هاي خلته يشتغل اكثر على الالفة والبيتا قلنا انه البيتا او اتش مهمة بس نفس الوقت رح يقل الليبوفيليك كاركترستيك مالتب بالتالي رح يعبر اقل للسنترال نيرو سيستم بينما هنا ما عندي مجموعات بولار فرح تكون الدوة هاي يكون ليبوفيليك فرح يعبر سيان اس اكثر وهذا الادراك اللي هو المثل الموقع بيتا اكتفيتة ليه الحمز يحب الموقع الموقع بيشتغل الموقع 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 وتقريبا ما عندي بيتا اكتيفيتي لأنه بيتا اكتيفيتي يحب الموقع بارا زين الميتا برو ترينول هذا شنو عنده عنده بالموقع بارا فبالتالي سيلكتب لي بيتا 2 ونفس الوقت هذا هاي لا تنسوها هاي من شبيرة معناها رح يشتغل وين على البيتا 2 ونوت ميتابولايز مال كتيكول او مثل ترانسفريز وبتر ابزوربشن ولونجر دوريشن الالبترول اللي هو من يكون تيرشري بيوتايل رح يشتغل على الالفا 2 ونوت ميتابولايز باي كون فبالتالي بتر اورال بايو افايلبولايتي وقلنا احنا منخلي بالموقع ميتا والموقع ميتا يحب كل شنو يكون عنده شنوة او اتش لحفو احنا نحنا مننضيف سي اتش تو او اتش قلنا رح يصير عنده هذا الادراج اللي يستخدمه بحالة الاسمة وهذا قلنا الايزوستيرزم ما للشسمة ما للفنلاثل امين هاي الادرينو سبترز ويشبه الكلام اللي قلت انا باول جزء هنانا فحاولوا تتسجلوا الملاحظات على هذا وتقارنوه هنانا لانه عندما تستقروا رح يكفي الوضع ما يحتاج شرحه انا ويطور الفيديو فهذا البيتا 2 اغونيس انتشريت منتا افاس محنا قلنا البيتا 2 رح يسوي لي شنوة هو من افعالة رح يسوي لي انهيبشن للمصل فبالتالي مصل ريلاكسيشن فبالتالي يزيد البرونكيال دايمينشن ويدخل لي اكثر اكسجين وكذلك بحالة البريماتشور لابور ممكن استخدمه يسوي لي ريلاكسيشن للمصل يوترس زين الادرينالين اللي هو نار اللي هو يعني ش اسمه مستخدمه بحالة الامرجنسي على موضي يسوي لي دايليت للأيروي بس طبعا ما قدر استخدمه للكفترة بعيدة لانه هو اصلا ننسيكتب رح يشتغل كل الرسبترات ويسوي لي هواي سايد افكت ونفس الوقت الادرينالين ما لتقاليين الايزو برينالين هذا سيلكتب فور بيتا رسبتر أوفر ألفا يعني شوفوا الايزو الايزو بروبيل سبسيتيونت هذا يخليه يشتغل اكثر وين على البيعتا لانه صار قلنا هذا الحجم من شبير يشتغل اكثر على البيتا فيشتغل اكتبيت بيتا 1 رسبتر عن فيهار leading to unwanted cardiovascular effect يعني هو يشتغل على البيتا 1 يشتغل على البيتا 2 فاني مثلا اذا اريد يشتغل على البيتا 2 بالذات اريد يستخدم بحارة الاسمة هو رح يشتغل على البيتا 1 همينه فراح يقول للقلب انه انه انت بحارة سترس فراح يسوي لي هايبرتنشن وسوي لي unwanted cardiovascular effect ولهذا استخدامه قليل اوكي البيتا 2 agonist هان the treatment of asthma قلنا استخدم بيوتامول هاز the same potency ايزو برينالين يعني هو البوتنسي مالته نفس الشي بس شنو شغلة على البيتا 1 اقل فبالتالي رح يسوي لي side effect اقل هالقلب وبالتالي رح يستخدمها اكثر ورجرation of action of 4 hours are not metabolized by الكاتيكول مثل transferase هذا هو البوترول اللي هو salubutamol اللي هو شسمه البنتولين فبعوا اني عندي OH بالموقع para وقلنا الموقع meta من نخلي لCH2OH رح يقل للشغل على الالفا ويزيد على البيتا فبالتالي اخذ اكثر selectivity وعنده OH بالموقع carbon beta وعنده نفس الوقت 760 وان شبير بالن فبالتالي رح يكون كلش selectivity علشانه على البيتا 2 تلاحظون المادة حلوة شواني منتاشر حد احس حلوة مادري انتو جدا تحسون يلا كمل هذا بس بس هذاني السلايد اخر شي هس البيتا 2 agonist بالنسبة several analogs of cell biotamol جربوا يساوون هما اشيات تشتغل مثل cell biotamol بس من اجحت شوفوا it has to be capable of taking part بالhydrogen bond تد يقول لنا الشروط انه لازم مثلا عندي مثل SO2 NH CH2 لازم نضيف هاي المجاميع على موض تشتغل بال receptor هما يحاولون يساوون دو ثاني بحيث يضيفون SO مثلا 2 بدأ الOH هاي حاولون يساوون دو يشتغل نفس cell biotamol بس بغير functional group زين المشكلة انه من يضيفون substituent electron with the drawing راح تسحب الالكترونات باتجاه زين ring half poor activity شوفوا بال key meta substituent has bad activity because prevent substituent adopting hydrogen bonding من تسحب الالكترونات واتجاه راح يقل عملها انه تدخل برابطة وتسوي رابطة hydrogen ية فما راح يشتغل ها النقطة من CH2OH group can be extended to CH2 CH2OH يعني هنا مو كان CH2OH بس من سواها CH2 بعد CH2 مرة ثاني OH هاب اكثر حجم ممكن يضيفون ب يزيدون علي substituent Longer Lasting Agent اللي هو Nectural Asthma Condition اللي الاصمة تصير حوالي بالأربعة بالليل النوع النوع الاصمة من زي الدو هذا المجموعة هم ببع وليش يردون يزيدوها كل ما يزيد الكربونات والهايدروجينات معناها راح يصير اكثر يذوب بالدهون المادة اللي تذوب بالدهون هو يتبقى بالجسم اكثر فمن تبقى بالجسم اكثر يصير المريض ياخذ السبري وينام يبقى نايم طول اللي الماء يختنق لانه المادة باقية بجسم اذا كانت المادة الذوب بالماء يعني هذا قليل المجموعة للذوب باللبت قليلة فما راح يبقى بالجسم هواية وهذا هم يحاولون يزيدون حجم السبستيتيونت بس نفس الوقت اذا زيدو كل شو هواية راح ميدخل بالهايدروجين بوند ومايرتبط فهذا اقصى احد قدروا يزيدو بحيث يبقى يشارك بالهايدروجين بوند بنفس الوقت يصير شوية اكثر لبوفيلك بحيث يرتبط يعني يبقى موجود بالجسم وينطين الانجر بريد فبالتالي فش سووا فسووا زيادة بالسبستيوين اللي موجود بالان وصار عندي دراج جديد اسمه سال مترول اللي بوتنسي مالته مرتين اكثر من السال بيوتامول وعند ال اكستند اكشن صار 12 ساعة هذاك كنا اربع ساعات مو فهذا صار 12 ساعة فهي صار يعني اضافوا لي CH2 ثانية ومرأة ثانية وخلو هنا اراماتي ريسابتور فبالتالي يستخدموا بحالات الاسما تمام هش رح نقف ويبقى الجزء الاخير كلش بسيط يعني ما بي شي هذا تقريبا اصعب جزء خلصنا واتمنى لكم كل التوفيق